أعلنت وزيرة الصحة والسكان هل زايد إطلاق المشروع القومي للتبرع بالبلازمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازمة جاء ذلك خلال مشاركة توزيرة الصحة كأول متبرع دائما بالمشروع القومي للتبرع بالبلازمة وذلك بمركز تجميع البلازمة بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازمة بمنطقة العجوزة المركز الأول لاستقبال المتبرعين بالبلازمة مركز سراج الدين للتبرع ببلازمة الدم بحي العجوزة بدأ في استقبال المتبرعين بعد أن قامت وزيرة الصحة والسكان هل زايد بالتبرع كأول شخص ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازمة ده أحد المراكز الستة الأوائل اللي حيتم تتشنهم أو اللي تم تتشنهم ابتداء من الغد في كل أنحاء الجمهورية بنهاية السنة دي إن شاء الله حيبعشرين مركز فده مشروع ملاق مبادرة سيد رئيس الجمهورية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازمة حاجة جميلة جدا أدعو كل المواطنين للمشاركة فيها مشروع ملاق بداية تصنيع نوع من المنتجات الغاية في الدقة في التصنيع إن شاء الله إن شاء الله المشروع ده بإذن الله يرى النجاح المشروع ده مشروع قومي وركيزة مهمة جدا في مبادرة سيد رئيس للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازمة ودي خطوة مهمة كنا مستنين بقالها سنين أهم حاجة في الخطوة دي أول حاجة تتدي فيها هو التبرع بالفلازمة عشان تقدر توصر أنك توضيها المصنع تصنيع وديلك في شكل مشتقات عشان سهل أكتر المشتقات دي هي حاجات كلنا عارفينها زي الألب منه عامل التجلط اللي بتعالج مرضى كثير زي مرضى الكبد والكلة ومرضى الهيموفيليا ومرضى النزيف الدم يمر المتبرع بمرحلة مهمة قبل التبرع وهي مرحلة الكشف الطبي للاطمئنان على صحته أولا ثم يتوجه للتبرع بالبلازمة داخل هذه الغرف المجهزة طبيا بأحدث وسائل التكنولوجيا والأمان جزء الأولين من المشروع بيعتمد على القدوم المتبرع لمراكز التجميع رحلة المتبرع باختصار في مركز التجميع بتقوم على أربع خطوات أو خمس خطوات هو التسجيل بعد كده الميديكا الاجزامنيشن أو الفحص الطبي بعد كده الجزء الخاص بالتبرع في الدونيشن روم وبعد كده الجزء الخاص بأنه هو بيريح بعد التبرع ولو فيه أي استفسارات بالنسبة للمتبرع بنبدأ نستقبلها عن طريق توقف طبية موجودة في المركز أنا شايفاني فيه حاجة أنا أقدر أعملها وساعد بيها مريض ومش هتكلفني كتير ومش هتكلفني بس غير وقت بسيط إجراءات متسهلة جداً الناس بروفيشنا القوي الناس ملتزمة الاجراءات ما أخذتش وقت معي كتير جداً أولي القوي قوي قوي يعد مركز سراج الدين هو المركز الرئيسي ضمن ستة مراكز تم تجهيزهم بالفعل بلمينيا، طنطا، الإسكندرية، دار السلام والعباسية وجاري استقبال المواطنين بهم على أن يصل عدد المراكز كاملة إلى عشرين مركزاً على مستوى محافظة الجمهورية كريم بيبرس التلفزيون المصري